خلينا نروح لمنتخب مصر النهاردة كان فيه مؤتمر صحف الميستر كوبر يعني بيقول فيه التفاصيل بالنسبة للفترة القادمة وماتشين نيجيريا فيه تصفيات أمم أفريقيا انتم عارفين منتخب بدأ معسكره النهاردة كان فيه تدريب التدريب الأول النهاردة كان الساعة 4 في ملعب مشروع الهدف في 6 أكتوبر طبعا اتمنى التوفيق لمنتخبنا المصري ماتشين جامدين ماتشين جامدين بالنسبة لمنتخب مصر سواء المباراة الأولى في نيجيريا والمباراة الثانية هتكون في ستيربورج العرب ان شاء الله يوم 29 مارس بإذن الله خلينا نروح نشوف المؤتمر الصحفي ميستر كوبر نهاردة جاوب على أسئلة الصحفين أو الإعلامين ونشوف قال إيه في التقرير ونرجع نكمل تاني مع بعض في كرة كله موسيقى 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 المترجم للقناة 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 esto es como cuando el jugador llega a la selección el jugador viene con un chip es el de su club cuando viene a la selección el chip lo tiene que cambiar eso es lo que le pido y están convencidos de eso y lo hacen bueno hay jugadores que no han venido en esta convocatoria porque repito uno evalúa y cree que hay otros que hoy están mejor en este momento muchas veces la elección que hacemos tiene que ver con el momento que está el jugador en su club y sobre todo si queremos que tenemos alguien que está mejor el jugador en esta convocatoria se va a ser preocupado no, no hay que decirle el jugador o el jugador no hay que decirle que no hay que decirle para que trabajen este país y nos hacemos algo عندنا لغاية يوم 23 إن شاء الله كل يوم تدريب هنصفر 23 ساعة أربعة الضو المباراة إن شاء الله هكون في تدريبة واحدة بس على ملع مباراة ساعة أربعة يوم 24 المباراة ساعة أربعة الضوار بتوقيت كادونا والعود على طول مباشرة بعد المباراة على برج العرب